ومش هقبل كلمة على الاهلي ولا جمهوره فمن هنا قبل ما نروح لتقرير عن اللايحة الملزمة جملة مهمة هقولها برضو كل يوم وده واجبي جماير الاهلي جزء منها تجدد له تاني النهاردة الحبس خطبت كل جات المسؤولة احترم القانون واحترم مؤسسات الدولة واحترم القضاء فلو سمحتوا عايزين الشباب ده يطلع يطلع سوي ظروف القسر بقت صعبة معهم مش جنيه يروحوا الزيارة معهم مش جنيه يروحوا الزيارة روح القانون الشباب ده استوعب الدرس يصدقوني والشباب دوت لو خارج بأي مشكلة تاني انا اتحدى بعد اللي شافوه حجم القلم انت النهاردة لما بيجي لك دوره برده وتقعد ثلاثة ايام في البيت بتموت عايز تخرج عايزة لكن السجن وحش السجن مؤلم وخصوصا لأسر هي متقدرش تتحمل ده وما جربتهوش قبل كده وخصوصا الناس يعني مش عايزة تكلم في امور انا مع القانون فعلا ومع القضاء واحترموا اخدوا كفالة ولا اخدوا مش عارف ادفع الفين جنيه وتخرج النيابة رجعتهم تاني احترم برضو النيابة مفيش مشكلة لكن روح القانون ده الولادك وولادكو لو طبقنا روح القانون اكيد دولة بقت قوية اللي يغلط نجيبه بقى في حسابه احنا مش هنقدر نتكلم تاني لكن انا حمشى على الوعد اللي قلتوا انت قلتوا يومين تحيي معاهم مبقاش يومين بقى ست شهور واكتر فبخاطب كل المسئولين وتعاملوا معاهم بروح القانون قدوا وقت طويل القسر بتمر بظروف صعبة جدا مدت ايديها لللي يسوى ومن لا يسواش عشان ولادها ياكلوا انا صعب اللي انا اقول الكلام ده لكن واجبي قدام ربنا سبحان الله تعالى جماهيري اللي رفعت اسمي انا ولعيبة كتير على مدار التاريخ لما يمر بنحنى ماينفعش ادي دهر عشان كده ولا بزايد ولا بقول اي حاجة دي قضية بنتكلم فيها بقى ست شهور اتمنى المسئولين تبقى سامعانا نروح تقريرا عن لاحة الاسترشادية وارجع لحضر اشتركوا في القناة